اهلا بكم الى النشرة الخاصة بلغة الاشارة من الجزيرة مباشر مصر طلب التحالف الوطني لدعم الشرعية الثوارة باستمرار الحشد لما سماها بانتفاضة الميادين والسجون ابتداء من الثامن عشر من نوفمبر ومن جانبها اعلنت رابطة اسر معتقل السويس بسجن عطاقة المركزي مشاركة ذويهم في الاضراب الثالث للسجون وقال المعتقلون في بيان ان اسباب انضمامهم للانتفاضة الثالثة تعود الى الاوضاع المتردية والاهمال الطبي الذي يتسبب في وفاة المعتقلين اضافة الى الاحكام التي وصفوها بالجائرة والتعنت في المعاملة واشر المعتقلون الى انهم مستعدون للتصعيد كلما دعت الضرورة الى ذلك شيعت ظهر اليوم جنازة ابو بكر احمد القاضي الذي لفض انفاسه الاخيرة داخل سجن السيوت العمومي بعد تعانوت الادارة في تقديم العلاج له وهو مصاب بسرطان المعدة والكبد والبنكرياس وقد رفضت ادارة السجن طلب زوجته نقله الى مستشفى السيوت الجامعي بعد تظاهر حلته الصحية حتى توفي في سجن السيوت العمومي مساء امس قضت محكمة جنايات المنصورة غيابيا بالسجن المؤبد على سبعة متهمين من رفض الانقلاب بمحافظة الدقاهلية لاتهامهم بالتظاهر غير السلمي بحسب الحكم كما قضت جنايات جنوب القاهرة بالسجن المؤبد على تسعة عشر متهما غيابيا وذلك لادانتهم في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عبدين ووقعت عملية الحرق اثناء احداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عاقب مذبحة بور سعيد التي راح ضحياتها اربعة وسبعون قتيلا من مشجع النادي الاهلي في شهر فبراير من عام الفين واثني عشر قدم وفد من نقابة الصحفيين ستة بلغات للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وذلك اعتراضا على العبارات البذيئة التي وجه منصور للصحفيين واحد اعضاء مجلس النقابة بحسب الوفد كما تضمنت البلغات اتهام منصور باستئجار عدد من البلطجية لترهيب الصحفيين على سلالم النقابة لمنعهم من تقديم البلغات للنائب العام قالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش قتلت ستة ممن تصفهم بالعناصر التكفيرية في قصف فجر اليوم شنته طائرات الاباتشي والقت قوات الجيش القبضة على ثمانية وعشرين في حملة للجيش بشمال سيناء يأتي هذا فيما تواصل قوات حرس الحدود عمليات اخلاء وهدم منازل لأهالي سيناء على الشريط الحدودي عند رفح المصرية وقالت المصادر ان عدد المنازل التي تم اخلاؤها وتفجيرها تجاوز ستمائة من اجمالي ثمانمائة وذلك في اطار اقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة بثت جماعة انصار بيت المقدس تسجيلا مصورا اعلنت خلاله مسؤوليتها عن الهجوم على كمين كرم القواديس في سيناء الشهر الماضي والذي اودى بحياة نحو ثلاثين من افراد الجيش ويظهر التسجيل لحظة تفجير الكمين بوساطة سيارة ملغمة ثم قيام مسلحين بمهاجمة الجنود الذين نجوا من التفجير وقتلهم والاستلاء على كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر النوعية التي كانت موجودة في الموقع كما يظهر السيطرة على دبابة ومدرعة تابعتين للجيش ويوضح تغيير اسم الجماعة الى ولاية سيناء بدلا من انصار بيت المقدس وتمتنع الجزيرة مباشر مصر عن بث مشاهد دموية جاءت في التسجيل المصور تتجه انظار جماهير الكرة المصرية بعد نحو اربعين دقيقة من الان الى استاذ القاهرة الذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني مع منتخب السنغال في الجولة الخامسة بالمجموعة السابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا الفين وخمسة عشر ختم نشرة الاشارة شكرا لكم وإلى اللقاء